نستعرض معكم جملة من ردود الفعل والتعليقات على الصعيدين الدولي والمحلي على مقتل قائد فيلق القدس بالحرص الثوري الإيراني قاسم سليماني خلال ضربة ساروخية أمريكية استهدفت موكبه بالقرب من مطار بغداد الدولي الأمر الذي اعتبرته واشنطن أيضا دفاعا عن النفس وردع إيران من شرن أي هجمات على أي مصالح أمريكية في المنطقة البداية من الرئيس العراقي برهم صالح قال ندعو الجميع إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل بحسب ما ذكر حساب رئاسة الجمهورية الأعلامي رياض الودع النشر فيديو يظهر فرحة العراقيين بمقتل سليماني وقال خروج عفوي للعراقيين فجرا في قلب بغداد فور سماع الخبر احتفالا وابتهاجا بهلاك قاسم سليماني الفرحة عارمة لا تقتصر على بغداد فقط بل تعم كافة المنطقة بعدما أوغل هذا المجرم بدماء أبنائها ضيف الاعتابي قال عندما يفرح الشعب العراقي يعلم الجميع أن إيران وميليشيات إيران الإرهابية غير مرحب بها عناد الاعتابي نشر فيديو يظهر فرحة السوريين بمقتل سليماني وقال الضعفاء والأيتام في سوريا يحتفلون بمن قتل أهالهم وتلذذ بذلك لكن بعد مقتل قاسم سليماني أعلنت إيران تعيين قائدا جديد للحرص لفيرق القدس يدعى إسماعيل قاني ويعتبر قاني الرجل الثاني في الحرص الثوري بعد سليماني وعرف بتصريحاتها الداعمة للتدخل في شؤون دول المنطقة خاصة سوريا وفي تصريحاتها السابقة له أكد قاني استمرار تدخل بلاده في الأحداث التي تشهد سوريا منذ نحو ثمانية سنوات واعتبر أن الحرب في سوريا مصيرية مؤكدا أنها ستستمر لأنها حرب هوية ووجود أحد الحسابات على تويتر قال معقبا على هذا الخبر إيران تزرع ذراع صناعي بديل للعبث خارج محيطها ولكن مهما حاولت سوف يتم بترها وبتر حزب الشيطان والحوثي وكل ذراع عابث في المنطقة أبو توركي قال لو قدرت أمريكا إنها تقتل زي ما سوت مع سليماني والمهندس فرح تكون ضربة معلم أكبر رد على غطرست إيران عبدالله قال جبناء يقتلون الأبرياء العزل والأطفال والنساء والشيوخ لكن في المواجهة بالسلاح هم أجبا خلق الله والتاريخ شاهد أما قتل أبرياء العزل فليس شجاعة ولا إنجاز